إذن حول تحركات الأسواق العالمية ومتابعناه ردة من تحركات على أسعار النفط والتراجعات القوية في هذه الجلسة ينضم إلينا في الستوديو كبده دوح كبير محللي الأسواق العالمية في ATFX مينا أهلا بك معنا ما شهدناه اليوم من تراجعات على أسعار النفط يبدو واضحة ارتباطها بالبيانات من الاقتصاد الصيني الضعيفة لكن اليوم إلى أي مدى هذه التراجعات قد تستمر في الظل أيضا الخفض الطوعي الذي نشهده من قبل السعودية وروسيا أولا شكرا على الاستضافة جزيلا ثانيا طبعا هذه البيانات اليوم أردنا العديد من قوة الاقتصاد الصيني الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم لذلك ضعف الاقتصاد الصيني بشكل عام مقارنة مع البيانات التي كانت تتوقعها المحللين هو شيء سيء للغاية لذلك هو السبب الرئيسي لانخفاض مستويات النفط طبعا وزيادة قطع أمدادات النفط من قبل السعودية من قبل روسيا أيضا له تأثير على استقرار أسعار النفط في حال لم تتم هذه الانخفاضات أو هذه القطوع من روسيا وصين قد نرى انخفاضاتا أكثر تصل لمستويات لـ 72 و73 لذلك يأمل المحللون باستمرار حتى قطع هناك احتمالة استمرار لكن في المقابل نرى في الولايات المتحدة تشتري قرابة 3 ملايين برميل حتى تعزز الاحتياط الاستراتيجي إلها في المقابل التراجع بطلب نصين في الولايات المتحدة صحيح لكن البيانات في الآون الأخيرة خصوصا من الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للمخزونات النفط لاحظنا انخفاضات بنسبة كبيرة مع العلم أن آخر اجتماعين آخر بيانات للمخزونات النفطية الأمريكية كانت إيجابية هذا يريد قلة الطلب على النفط لذلك لاحظنا انخفاض في مستويات النفط لذلك توقعات المحللين هل سيحدث انخفاض أو استمرار لقطع امدادات النفط في المستقبل من السعودية والروسيا في عام 2014 كيف ستكون ردة فعل الأسواق لاتجاه النفط في المستقبل قد نرى ارتفاعات أكبر حتى نعم يعني في هذا الوقت أيضا التحركات اللي عم نشوفها نتائج أعمال الشركات وأرامكو يبدو بأنه يرتفع السهم لأعلى مستوياته في شهر مع النتائج التي جاءت للشركة وبالتالي جاءت تراجعاتها بـ 23% بأقل من التوقعات التي كانت بتراجعات بـ 26% يعني فعليا ربما هذا ما نشهده في هذه الجلسة بالنسبة لسهم أرامكو فضل النتائج ولكن أعود إليك وكنا نتحدث عن توجهات الأسعار ربما الآن في ظل هذه البيانات تعارض المخاوف التي كانت متعلقة بأننا قد نشهد أو توقعات دعنا نقول عن مستويات 120-150 دولار للبرميل فعليا إن استمرت هذه التوجهات لنزل نتحدث عن بيئة ضخمية أوسعة اليوم أسواق تراقب تصريحات أو حديث بعض أعضاء الفيدراليا الأمريكي بما فيهم جيرون باول برأيك يعني ماذا قد نسمع بعد الاجتماع لتثبيت معادة الفائداني مرتين متتليتين هل هناك نبرة قد نستمعها أخرى حيالة الاقتصاد حيالة التضخم أم بيانات أخرى لا نتوقع حدوث أي تغيير في نبرة أعضاء الفيدرالي وحتى جيرون باول نلاحظنا في الخطابات في الآوين الأخيرة كانت تصريحاتهم هي الدعم الاقتصاد الأمريكي وخفض التضخم مع إيجاد إيزان بين زيادة التضخم وخفض التضخم وإيزان بين رفع الفائدة وإخفاض الفائدة لذلك نحن الآن في مستويات مرتفعة من أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكننا أن ننكر ذلك لا يمكننا التهكن والقول نعم سيكون هناك زيادة أخرى حسب تحليل المحللين بنسبة 9% لم يكن هناك زيادة في عام 2024 ولاحظنا تأثيرات هذه الأمور على الأسواق الأكثر خطورة مثل أسواق الأسهم وأسواق العملات المشفرة لاحظنا زيادة مدعومة بخفض أسعار الفائدة بس يعني التحركات لا تزال حذرة فعليا يعني لم نأخذ القرار النهائي بالتأكيد ليس هناك قرار نهائي بسبب زيادة الطلب على النفط أو حتى قلة الطلب على النفط سيزيد من الإنتاجية سيزيد من النشاط الاقتصادي والتالي سيزيد من التضخم في العديد من البلدان لذلك بزيادة التضخم بالتأكيد الفيدرالي سيأخذ إجراءات لحد التضخم وتكون هي مرفع أسعار الفائدة نعم كابا يعني لن أذهب بعيدا وأعود للنفط يعني عم شوف نتائج أرامكو هذه المرة وحتى شركات النفط العالمية كان هناك تأثر بأسعار النفط بشكل واضح لكن اليوم إلى أي مدى هذه الشركات قادرة على الاستمرارية في تحقيق أرباحها في ظل المعدلات وأيضا أسعار النفط المتراجعة وتأثيرها على هوامش الربحية وبالتالي عم تقوم بتوزيعات أيضا نقدية قوية هناك هامشين للنظر في هذه الأمور أول هامش هو عبارة عن كيف سيكون فصل الشتاء هذه السنة هل سيكون هو مرتفع الحرارة هل سيكون هو بارد في حال كان بارد هذا يؤدي سيزيد زيادة على الطلب وزيادة في إيرادات شركات الطاوة وشركات النفط هذا هو الهامش الرئيس الذي ننطر إليه نظرا لدخولنا في فصل الشتاء في العديد من البلدان العالمية طبعا والأمر الآخر الذي نريد النظر إليه هو التوترات الجيوسياسية التي تحتل في المنطقة حاليا في حال استمرار أو تصاعد هذه التوترات الجيوسياسية قد نرى زيادة بسبب قلة الإمدادات زيادة طلب على النفط وزيادة ودعم لأسعار النفط العالمي كابي تحدثت على بعض السلع الآن الذهب الذي استفاد بشكل واضح من توطرات الجيوسياسية ولكن على وقت الارتفاعات التي شاهدناها مؤخرا على ما يبدو سرعان ما نشهد عليها عودة التراجع فعليا الآن التوضيحات التي أشرنا إليها من قبل أعضاء الفيدرالي هذا ما أصبح يسعره المستثمر وشاهدنا فعليا مع مطلع هذا الأسبوع عودة التراجعات على أنصة الذهب برأيك الآن التوجهات التي قد نشهدها استدامة الأسعار وتحديدا مستهدفات الألفين دولار للذهب السبب الرئيسي هو تصريحات الفيدرالي والعديد من الأعضاء بتثبيت أسعار الفائدة في حال تثبيت أسعار الفائدة لم نرى حركة مدعومة للذهب ليتم الصعود به إلى فوق مستويات الألفين دولار يعني بيانات للوظائف وبيانات الانمبليمت البطالة التي ظهرت من الولايات المتحدة الأمريكية كانت مرتفعة أكثر من المتوقع ولذلك لأينا حركة إيجابية على الذهب في الآوين الأخرى خصوصا يوم الجمع عندما صعد الذهب فوق مستويات الألفين وانخفض مجددا طبعا مع تثبيت أسعار الفائدة هذا يدعم المستثمر يدعم ثقة المستثمر في الاستثمار في الأسواق الأكثر خطورة مثل الأسهم مثل العملات المشفرة وغيرها من الأسواق لذلك يتم سحب كتلة مالية من أسواق الذهب والتوجه إلى الأسواق الأكثر خطورة لكن ما علينا النظر أن الأسواق حاليا في حال التوتر علينا الاستثمار بحذر نظر أن وجود العديد من العوامل قد تؤثر لحدوث ركود اقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية نعم قابي لن أذهب بعيدا أيضا لدينا التحركات التي شاهدناها اليوم من قبل المركز الأسترالي ورفع الفايدة لكن كانت الأسواق ترى بأنه بالنبرة الذي تحدثت به محافظة الاحتياط الفدرالي الأسترالي بأنه لن يكون هناك مزيد من تشديد السياسة النقدية برأيك اليوم هل وصلت معادلات الفائدة في أستراليا للذروة؟ حسب التوقع نعم نحن لم نتوقع أيضا زيادة أن تحصل اليوم في البنك المركزي الأسترالي يعني في آخر أربع اجتماعات تم تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي أسترالي نظرا لوجود التضخم موجود في جميع البلدان لكن أستراليا في الآمن الأخيرة كانت أهدافها هي أكثر ليش التشددية بل أكثر حفاظيا على قوة الاقتصاد يحاولون الحفاظ على النمو الاقتصاد وإيجاد إيزان بين الأسعار الفائدة وبين التضخم لذلك زيادة أسعار الفائدة اليوم قد أردنا أن هناك مشاكل اقتصادية مشاكل تضخم تحدث كبيرة في أستراليا لكن مقارنة النسبة الأسعار الفائدة مقارنتها مع البلدان الكبرى مثل أمريكا وكندا وغيرها من البلدان النسبة هي مرتفعة جدا لذلك لا نرى زيادات أكثر من ذلك قد نرى مستويات الأربعة فاصلة خمسين لكن لا نتوقع الصعود أكثر من ذلك نعم كل شكر لضيفنا كابد أحدوح كبير محللي الأسواق العالمية في ATFX مينا شكرا على وجودك معنا شكرا ونستكمل فقرات جلستنا الصباحية بعد فاصلا قصير ونكون مع فقرة أسهم نرقبها مع سينتيا سعدا لاحقا ترجمة نانسي قنقر